السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي ان شاء الله نواصل معكم حلقة مادة الفيزياء نبدأ النهاردة الحلقة الرابعة بنتكلم عن اخطاء القياس اخطاء القياس اخطاء القياس طبعا معروف ان القياس لا تكون نتيجته دائما 100% والمفروض يبقى 100% ولكن زي ما قلنا في الحلقات الماضية ان في اسباب لاخطاء القياس يعني الخطأ في القياس قد يكون العامل البشري قد يكون الجهاز نفسه غير مناسب او عيوب في جهاز القياس او اخطاء بشرية او عوامل ايه مناخية او عوامل بي ايه طبعا الخطأ في القياس اسبابه اسبابه اللي احنا قلناها خطأ بشري في الانسان نفسه خطأ في الجهاز بيكون غير مناسب او فيه عدة اجهزة اللي نسميها مالتي ميديا خلاص يعني معقد التركيب احيانا بيهنج او بيحدس في ايه خطأ في اخطاء بيئية تبع العوامل المناخية طيب اما نجي نتكلم فيه خطأ القياس فيه خطأ قياس مباشر اخطاء القياس فيه خطأ مباشر وخطأ غير مباشر الخطأ المباشر لما منستخدم عملية واحدة يعني ايه عملية واحدة يعني الخطأ المباشر لو قلنا المثال قياس حجم سائل قياس حجم سائل باستخدام المخبار المدرك طبعا هنا هيبقى الخطأ هيبقى خطأ واحد رقم اتنين بقى الخطأ هيبقى خطأ واحد في القراءة لان عارفين المخبار المدرج خدناه درسناه في السنوات اللي فاتت المفروض الرؤية فيه المكان المباشر على طول لا ننظر من اعلى ولا من اسفل بيبقى خطأ مباشر لما نقوم قياس حجم سائل باستخدام المخبار المدرج بيبقى خطأ واحد في القراءة رقم اتنين بتبقى عملية 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 القياس بتبقى عملية واحدة عملية واحدة رقم اربعة رقم اربعة العلاقة الرياضية العلاقة الرياضية لا يحتاج لا يحتاج الى علاقة رياضية ليه؟ لان انا بقرأ الكراءة مباشرة بقرأ الكراءة مباشرة يبقى احنا هنا قلنا اربعة حاجات في الخطأ المباشر يبقى القياس لو فيه خطأ مباشر غير الخطأ الغير مباشر خطأ المباشر زي ما اتفقنا قياس حجم سائل باستخدام مخبار المدرج طبعا لا يحتاج الى عملية او لا يحتاج الى علاقة رياضية خلاص بيتم التعاوض مباشرة طيب لو جينا نقيس او نحسب الكسافة يعني المثال هنا مثال الكسافة كسافة سائل معروف ان الكسافة بيساوي ايه كتلة على حجم يبقى هنا كم عملية عمليتين يبقى القياس يتم عن طريق عمليتين ايه هما العمليتين الكتلة عن طريق ميزان معتاد او حساس طيب الحجم عن طريق مخبار مدرج يبقى فيه عمليتين هنا في القياس يبقى ممكن يكون خطأ في الكتلة في قياس الكتلة وخطأ في قياس الايه الحجم الخطأ بنقول اكثر من خطأ يبقى هناك عدة اخطاء هناك رقم اثنين هناك عدة اخطاء يبقى فيه اخطاء هنا اكثر من واحد طب العلاقة الرياضية يحتاج اه يحتاج الى علاقة رياضية اللي كتبناها فوق يبقى هنا يحتاج الى علاقة رياضية للتعويض عنها اللي هي الكسافة بالساوي الكتلة في كتلة على ايه الحجم يبقى الكتلة ميزان حساس او معتاد او رقمي الحجم عن طريق المخبار المدرج اذا في الحالة دهية ممكن يكون اكثر من الخطأ موجود هناك عدة اخطاء يحتاج الى عمليتين للقياس يحتاج الى عملية او علاقة ايه رياضية قلنا المثال مثال بسيط جدا كسافة سائل او كسافة ايه مادة بارعا كتلة هلقيه على حجم يبقى الخطأ المباشر والخطأ الغير مباشر حساب الخطأ عند القياس المباشر طبعا فيه خطأ مطلق وخطأ نسبي يبقى العنوان بتاعنا حساب حساب الخطأ المطلق ورمزه دلتا اكس دلتا اكس وحساب الخطأ النسبي والرمز بتاعه اهر نشوف ايه موضوع حساب الخطأ المطلق وحساب الخطأ النسبي وناخد مسألة مبسطة جدا بس في المباشر بس النهارة يعني هنحسب الخطأ المطلق والخطأ الايه النسبي في الايه في الخطأ قياس المباشر لكن الغير مباشر ان شاء الله نأجله الحصة الجاية على اساس نشرحه بالتفصيل ان شاء الله مصعب بس عايز ايه نفكر مع بعض بنبدأ نكمل حساب الخطأ المطلق والخطأ الايه النسبي اولا الخطأ المطلق الخطأ المطلق الخطأ المطلق اتفقنا رمزه دلتا اكس وهو عبارة لتعريف الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاس تاني الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقاس يعني عندي دلتا اكس بيساوي اكس نود نائس اكس اكس نود دي القيمة الحقيقية وبنعملها بنقصين كده يعني الاجابة يعني الناتج لازم يكون ايه موجب ولان القيمة الحقيقية دايما بتبقى ايه اكبر من القيمة الايه المقاس يبقى القيمة الحقيقية اكس نود والقيمة المقاسة اكس طيب الخطأ النسبي الخطأ النسبي له القانون بتاعه اتفقنا اللي هو ار اذا انا عندي ار ابارة عن الخطأ المطلق على القيمة الحقيقية اكس نود نحفظ القانون ديه عشان يسهل حل المسائل المرة الجاية ان شاء الله مع بعض يبقى الوقت هنا الخطأ المطلق دلتا اكس بيسوي اكس نود نايس اكس وبنعملها بنقصين كده دليل ان الايه القيمة تكون ايه موجب انا عندي الخطأ النسبي عبارة عن الخطأ المطلق على اكس نود يعني تعريفه الخطأ النسبي هنقول هو النسبة هو النسبة بين الخطأ المطلق الخطأ المطلق الى القيمة الحقيقية الى القيمة الحقيقية نركز كده في الكلام النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية مسألة صغيرة كده وبسيطة عشان نفهم هذا الكلام بيقول لي قام شخص بقياس قلم رصاص عمليا قام شخص بقياس قلم رصاص عمليا فكان 9.9 من 10 سنتيمتر في حين طوله الحقيقي 9 طوله الحقيقي 10 سنتيمتر احسب الخطأ المطلق والخطأ النسبي طبعا هنقول له دلتا اكس على طول هتساوي اكس نود ناقص اكس وبنعملها بنقصين كده اكس نود كانت 10 ناقص اكس اللي هي 9.9 من 10 يبقى بتساوي 1 من 10 سنتيمتر يبقى ده خطأ الايه المطلق طيب عايزين الخطأ النسبي اللي هو ار هيساوي دلتا اكس على اكس نود دلتا اكس عندي كام لسا طلعا لحالة زيرو باينت وان على اكس نود اللي هي القيمة الحقيقية 10 طبعا نضرب بص ومقام عشان نكنسل العلامة العشرية يبقى واحد على مية يبقى تساوي واحد من مية كام وحدة القياس ممنوع لان الخطأ النسبي هو نسبة نسبة بين حاجة وحاجة بتضيع مع بعضها الصنط مع الصنطي ازا في الحالة ده هي ايه القيمة اللي طلع بالنسبة الخطأ الايه النسبي واحد ايه من مية ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة الحلقة التالتة في الفيزياء ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك معنا قناتنا مصطفى راجع بخبير العلوم نعرف زميلنا عشان يسهل ارسال الفيديوهات ويبقى في متابعة على طول ان شاء الله ونشوف الحلقات التأسيسية في الفيزياء لان بعض طلبة وطالبات بيسألوا هي مهمة طبعا نعمل حلقات كيميا وفيزياء واحياء تأسيسية نحاول نشوفها اكتر من مرة زي ما كتبت رسالة لبعض الاخوة او ابنائي ان شاء الله طلبوا هل هي مهمة طبعا نذكرها نتفرج عليها اكتر من مرة نسجلها ندونها في كشكول في اجندة عندنا كده هتفدنا ان شاء الله في السنوات القادمة نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته